احيانا الفرح هو مصدر الابتسامة وفي بعض الاحيان ان الابتسامة بتكون مصدر للفرح فابتسموا دائما وابدا فخلوني في الاول ارحب بزملتي سارة اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بيكو في فقرة وحلقة جديدة من برنامج نصف كلمة اهلا بيك يا سارة اهلا بيك يا سمين واهلا بيكو اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة واهلا بكل مشاهد بيتفرج علينا معينا سيادة العميد اهلا بحضرتك وعايزين بقى من حضرك تقول لنا معك ايه وهتقول لنا ايه النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم هو النهاردة 19 نوفمبر 2020 في اليوم ده في 254 حدث انا اختر لكم انهم حدثين فانا الحدثين دول غيروا من تاريخ مصر واستراتيجية الشرق الاضح الحدث الاولاني ان يوم 19 نوفمبر سنة 54 ولد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتحق بالكلية الحربية سنة 77 وتخرج من القلية الحربية سنة 77 وتدرك في وظيفه لحد ان مشك مدير المخوارات الحربية بعدها وزير الدفاع بعدها بناء على مطالب الشعب المصري عينة بالانتخاب رئيسا للجمهورية وفخامة الرئيس هو الرئيس رقم 6 لجمهورية مصر العربية وتشاء الظروف في يوم تخرج السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي سنة 67 كانت زيارة الرئيس الراحل محمد أنور السلاة للقدس وخطب الخطبة الشهيرة في الكنيسة الإسرائيل بنقول للرئيس عبدالفتاح السيسي كل سنة وحضرتك طيب ومصر والمصريين كلها طيبة بقيادتك بنترحم على الزعيم الراحل محمد أنور السلاة شكرا لكم شكرا لحضرتك وطبعا بنأكد على كلام سيدة العميد أحمد رمضان ونحب نوجه بنيابا عن كل فريق أعمل برنامج نص كلمة أقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتك فخر وعز وكرامة لنا كل سنة وحضرتك في ظهرنا وبتجيب لنا حقنا وشكرا على مجهوداتك في السنين اللي فاتت دي كلها ولسا مكملين مع حضرتك طبعا معانا أخبار وزي ما قلنا لكم في نص كلمة هنقول لكم بعد أخبار الأسبوع كان مبارح في الاجتماع الأسبوع لمجلس الوزراء للدكتور مصطفى مدبولي بيؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الفيروس لأن الموجة الثانية جت يعتبر كل واحد يرجع تاني يلتزن بالكمامة ياريت التباعد عدم التزاحم البنوك الناس بتبدل الكمامات قدام الباب الأحزاء الشوزات قدام الشواء ياريت كل واحد يرجع تاني معه الإجراءات الاحترازية بتاعته كمان كما وجه الرئيس الوزراء بتجديد حملات على الأماكن اللي بتخلف الإجراءات الاحترازية وتطبيق العقوبة كمان عمل وضع الإجراءات مناسبة حسب ظروف العمل لتخفيف التزاحم في أماكن العمل وكمان وجه أن كل جهة وكل وزارة حكومية الالتزام بأعداد معينة لعدم انتشار الفيروس وانت يا ياسمين معاكي خبر النهر معايا يا سارة أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار تصدى قدى بضرورة التصدي لأي إشعاية عن وقف الدراسة ما فيش وقف الدراسة الدراسة مكملة وهيكون فيه يعني حاجات مهمة الفترة الجاية هتتعامل عشان تأمن أكتر الطلاب لكن ما فيش وقف دراسة دي إشعاية برضو قال الوزير أنه شدد على ضرورة الاعتماد للمعاهد لنظام التعليم الهاجين ورفع المقدرات الدراسية على المنظمات التعليمية والالتزام بالتباعد الاجتماعي عشان فيروس كورونا كما قال كما وجه الوزير بعقد ندوة ثقافية للطلاب داخل المعاهد هذا الأمر ينعكس على الطالب وعلى الأسرة المصرية وعلى المجتمع المصري بأكمله فشدد على أن يكون فيه ندوات ثقافية لزيادة وعي الطلاب داخل المعاهد كما اهتم الوزير بمراجعة تطوير المقرارات الدراسية وتطوير وقياس التقويم الإلكتروني لتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل عند تقييم الدرجات وبيأكد أن الشفافية فيه شفافية قوية على تقييم الدرجات كما وجه الوزير خلال اجتماع المعاهد الخاصة بتشكيل لجنة لوضع أليات التطوير الأداء المعاهد بما يتناسب للمجتمع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي طيب ماشي دلوقتي معنا الفكرة الأولى طبعا احنا عارفين أن الأطفال مهمين جدا وكل أم بتهتم بتفلها مش كل أم لا دي كل أسرة بتهتم بالطفل بتاعها كمان في زل كورونا عايزين نهتم بهم أكتر ونشوف الاحترازات بتاعتهم معنا الدكتور ريحي عبدالحليم الشيخ استشارة طب الأطفال وحديث الولادة هنتكلم عن لقاح الألف الونزة الرباعي وخصوصا عند الأطفال وكبار السن كمال ديها في الفكرة ولو انت معك في أي في الفكرة التانية الفكرة التانية هيكون في عينا فيها المستشار صلاح عبدالعظيم رئيس جريدة صوت الناس الحر هيكلم معنا عن حاجات مهمة جدا ومفيدة جدا وهننوه إن شاء الله في الفكرة التانية يا صارع عن مفاجأة للجمهور بتاعنا طبط هنتلع هنتلع لفاصل وهنرجع لكم مع الفكرة الأولى اشتركوا في القناة